نهاردة الصبح وصلت بعثة النادي الأهل للمطار القاهرة بعد طبعا رحلة استمرت يمكن مش باتكلم بس على رحلة التهيران رحلة التهيران يمكن استغرقت حوالي 6 ساعات تقريبا من جروة لغاية القاهرة طبعا دي اللقطات الوصول البعثة وطمينكم الحقيقة بالمناسبة يعني الحمد لله يمكن طبعا كترحلة طويلة جدا من أول ما رحنا جنوب أفريقيا وأنا كنت نسا بعدد الحقيقة قبل الهواء مع زميلي في السادسة عدد الرحلات اللي سفرت فيها البعثة دي في خلال الـ 40 أو الـ 42 يوم اللي فاتوا الناس دي رحلة يعني بجد سبكم المطشاط رغم أنه هم أنا بشوف أنه الأهلي في الـ 40 يوم دول لعب أصعب مطشاط السيزن كله لعبت مع أوكلند وبعد كاسياتل وبعد كده الريال وبعدين فلمينجو وبعدين الهلال ولعبت اتنين مع سانداونز واتنين مع القطن الكاميروني ده غير شوية مطشاط كده لعبتهم في الدولة منهم مطش المعاولين وعويل آخر فأنت بتتكلم على رحلة من القاهرة لتطوان ومن تطوان لتانجة ومن تانجة للرباط ومن الرباط لتطوان أو لتانجة تاني بعد كده وبعد كده رجوع للسودان أعتقد الأول ورجعنا القاهرة وبعدين رحنا السودان والسودان أسوان صح كده وبعد ما لعبنا مع أسوان فأسوان رجعنا القاهرة تاني وبعد كده سفرنا جنوب أفريقيا ومن جنوب أفريقيا طلعنا على الكاميرون ومن الكاميرون جنا على القاهرة ازاي جماعة؟ يعني سيبك انك انت ممكن تكون متحفز على مستوى فرقة الأهلي في بعض المباريات انا معاك طبعا كان عندنا مشاكل فنية كتيرة جدا لكن هل في بشر ممكن يخوضوا هذا الكام من المباريات والقصة مش قصة كام بس كام وكيف انت لعبت في خلال الفترة دي سبع أو تمن مطشاط من العالة تقيل وأغلبهم لعبتوا برأ أرضك بعيد عن جمهورك وبعيد عن ملعبك اللي انت متعود عليه ورغم كده مازالت فرصك قائمة في كل المنافسات اللي انت بتاخدها الموسم مش سيء بالعكس الموسم ده وده ما يعنيش انه ما عندناش مشكلات وده ما يعنيش انه الاهلي السنة الجاية او الموسم الجاي في حسابات كتيرة جدا انا بقول ده بدفع غيرتي وحبي للنادي الاهلي بقول ده عشان بحلى ما شوف الاهلي بالشكل المعظم الجماهير تتمنى لكن موسم بتاع النادي الاهلي في ايدينا وما زالت فرص الاهلي في كل البطولات قائمة جدا